لأول مرات الحكومة ترد بشكل رسمي على السؤال المثير للجدل والذي ظل يتردد كثيرا والمتعلق بوجهة الثمانمائة مليار دولار التي صرفت منذ الف وتسعمائة وتسعة وتسعين فبعد أن كان هذا السؤال يطرح خارج الدوائر الرسمية ويكتفي ممثل أحزاب الموالات بالرد عليه ضمن اللقاءات الحزبية جاء هذه المرة الرد بشكل رسمي من طرف وزير المالية في إجابة عن سؤال كتابي وجه له من طرف النائب البرلماني حسن عريبي الحكومة عللت مجال صرف 800 مليار دولار ضمن البرامج الخماسية الضخمة المتعلقة بدعم وتوطيد النمو والهياكل القاعدية وتوفير احتياجات السكان ودعم المعيشة وتأهيل الاقتصاد وذكر الوزير بابا عام في هذا الصدد خمسة برامج كبيرة لدعم النمو الاقتصادي تمتد إلى غاية 2019 والتي التهدف حسبه إلى مكافحة الفقر وخلق مناصب الشغل التوازن الجهوي وتحسين ظروف المعيشة وتطوير البنى التحتية وكشف الوزير أن المبلغ الإجمالي لهذه البرامج بين 2001 و2016 بلغ 461 مليار دولار أمريكي